اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزى الخاصة الصف الخامس الابتدائي معاكم اسمونيكا مدد الدراسات الاجتماعية والنهاردة هنشرح درس مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا وهنشرح مع بعض كمان درس الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر نبدأ مع بعض بدرس مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا واول حاجة هنتكلم عليها ان مشكلة الزيادة السكانية بتظهر لما يزيد عدد السكان بنسبة اكبر من الموارد والخدمات المتاحة وبيقل نصيب الفرد من المياه كلما زاد عدد الاشخاص فلو انا دلوقتي عندي عشر اكواب من المياه بيفضل ان هي يتم تقسمها على عشر افراد بدلا من ان يتم تقسمها على عشرين فرد لان احنا دلوقتي لما نستمعها على عشرين فرد هيقل نصيب الفرد من المياه كلما زاد عدد الاشخاص طيب ايه هي اسباب مشكلة الزيادة السكانية المرتفعة؟ اول حاجة عندنا الزواج المبكر والزواج المبكر بيتمثل فيه الزواج دون السن القانونية والانجاب فيه سن مبكرة تاني حاجة قسرة الانجاب خاصة في الريف تالت سبب من اسباب مشكلة الزيادة السكانية تفضيل الزكور عن الاناس وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي لاستمرار بعض الاسر في الانجاب حتى تنجب زقنا عندنا كمان من اسباب مشكلة الزيادة السكانية تحسن الرعاية الصحية وده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي لتراجع معدل وفيات الاطفال الردع وزيادة متوسط عمر الفرد هنتكلم دلوقتي عن نتائج مشكلة الزيادة السكانية مشكلة الزيادة السكانية سنة 5 بتؤدي الى ايه؟ بتؤدي اول حاجة لزيادة استهلاك الموارد بنبدأ نستهلك الموارد زي ايه الموارد؟ زي الموارد المائية والغذائية وبينقص نصيب الفرد منها كمان من نتائج مشكلة الزيادة السكانية الضغط على الخدمات زي ايه الخدمات؟ زي التعليم والصحة وبيتدنى مستواتها عندنا كمان من نتائج مشكلة الزيادة السكانية زيادة الطلب على فرص العمل بيسبب ايه بيسبب عبء على الدولة المصرية عندنا كمان بتؤدي الزيادة السكانية لزيادة النفايات وتلوث البيئة وإعاقة مشروعات التنمية طيب عايزين نعرف ازاي نواجه مشكلة الزيادة السكانية عندنا لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية في دور الفرد ودور الدولة دور الفرد على الفرد ان هو يرشد استهلاك كافة الموارد نقول مرة كمان ترشيد استهلاك كافة الموارد وتنظيم الأسرة يبقى تاني دور الفرد ضرورة ترشيد استهلاك كافة الموارد وتنظيم الأسرة أما دور الدولة التوعية بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة ونشر الوعي بأهميتها وإصدار العديد من القوانين طيب القوانين دي بتعمل ايه؟ بتجرم الزواج المبكر وعمالة الأطفال عندنا كمان بتتوسع الدولة في مشروعات التنمية وبناء مدن جديدة واستصلاح السحراء طيب هيجي يسألك ليه الدولة بتتوسع في مشروعات التنمية وبناء مدن جديدة واستصلاح السحراء من أجل إعادة توزيع السكان وتقليل الكسافة السكانية في الوادي والدلتا نقولها مرة كمان إعادة توزيع السكان وتقليل الكسافة السكانية في الوادي والدلتا تاني درسة هنتكلم عليه هو الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر أول حاجة لازم نعرفها يا سنة خمسة أن طبقات المجتمع المصري قديما انقسمت لأربع طبقات انقسمت لأربع طبقات وكل طبقة منها كان لها دور في بناء الحضارة المصرية القديمة طيب أول طبقة أعلى طبقة كانت الملك وأسرته تاني طبقة الوزير كبار الكهنة حكام الأقاليم قادة الجيش والكتبة تالت طبقة صغار الموظفين التجار وكبار الحرفيين وآخر طبقة المزارعون والرعاة والصيادون وصغار الحرفيين وحرس المجتمع المصري على تطبيق العدالة بين أفراد الشعب طيب النتائج اللي هتترتب على حرس المجتمع المصري على تطبيق العدالة بين أفراد الشعب ساعد على استقرار وتقدم المجتمع ساعد على استقرار وتقدم المجتمع هنتكلم كمان عن الأسرة المصرية قديما وقامت الحياة الأسرية في مصر القديمة على إيه؟ على المشاركة والتعاون بين جميع أفراد الأسرة حيث شارك الوالدين في تربية أبنائهم وتعلمهم القيم وسلوكيات الحميدة طيب زي إيه قيم وسلوكيات حميدة؟ زي الحب، التعاون، الصدق، احترام الآخر وإتقان العمل نقولهم مرة كمان الحب، التعاون، الصدق، احترام الآخر وإتقان العمل وكان لكل فرد من أفراد الأسرة دور مهم طيب عندنا دور الأب، هي يسألك بما تفسر أهمية دور الأب في الأسرة المصرية قديما أول حاجة عندنا إنه بيراعي أفراد الأسرة تاني حاجة عندنا يعمل من أجل توفير احتياجتهم نقول مرة كمان يراعي أفراد الأسرة ويعمل من أجل توفير احتياجتهم طيب تاني حاجة نتكلم عليها هي دور الأم بما تفسر أهمية دور الأم في الأسرة المصرية القديمة عندك اول حاجة ان هي بتقوم برعاية الابناء تشرف على اعمال المنزل وتعمل في المجالات المتعددة زي الزراعة التجارة والطب طيب دور الابناء بيذهب الابناء الى بيت الحياة وبيت الحياة سنة 5 هي المدرسة علشان يتعلموا الكراءة الكتابة دراسة العلوم المختلفة كمان الابناء كان لهم دور ان هم بيساعدوا والديهم في العديد من الاعمال هنتكلم كمان عن دور المرأة في المجتمع المصري قديما وحديثا قديما تولت مناصب عليا في الدولة فكانت ملكة وقاضية ووزيرة وكاتبة وكاهنة وكان بيحق لها البيع والشراء والميروس كان بيحق لها البيع والشراء والميروس وكانت دائما محل احترام وتقدير من المجتمع لكن حديثا تولت العديد من المناصب زي ايه سنة 5 زي الوزيرة ويه القضية وبتشارك فيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من الاحزاب السياسية كذين نعرف دلوقتي ايه هي ملامح الحياة الاجتماعية قديما اول حاجة هنتكلم عليها وسائل التسلية والطرفية عند المصريين القدماء كان عندهم العاب اللي هي العاب التفكير زي لعبة السنت ودي بتشبه الشطرنجة حاليا كان عندهم كمان الغناء والعصفة على الالات الموسيقية والعاب رياضية زي الالعاب الرياضية السباحة التحطيب المسارعة نقولهم مرة كمان الالعاب الرياضية السباحة التحطيب المسارعة وكمان احتفل المصريين القدماء بالكثير من المناسبات والأعياد زي أعياد خاصة بالملك اللي هو عيد ميلاد الملك وتوليته العرش تاني حاجة أعياد الفيضان والحصاد وعيد شم النسيم هنعرف دلوقتي الملابس عند المصريين القدماء بتختلف الملابس باختلاف طبقات المجتمع فنجد ملابس الملك والأغنياء كانت بتصنع من سنة خمسة بتصنع من الكتان عالي الجودة أو الحرير وبتتميز بتطرزها بالذهب والفضة والأحجار الكريمة لكن الملابس عند عامة الشعب كانت تصنع من الكتان وتتميز بالبساطة نقول مرة كمان ليه أصلا بتختلف الملابس عند المصريين القدماء باختلاف طبقات المجتمع طيب إزاي ملابس الملك والأغنياء كانت تصنع من الكتان عالي الجودة والحرير وتتميز بتطرزها بالذهب والفضة والأحجار الكريمة لكن ملابس عامة الشعب بتصنع من الكتان وتتميز بالبساطة طيب إيه هي أدوات الزينة عند المصريين القدماء؟ أعتاد المصريين القدماء على استخدام العديد من أدوات الزينة زي إيه؟ زي الأساور والقلائد العطور والشعر المستعور نقولهم مرة كمان الأساور والقلائد والعطور والشعر المستعور وازدهرت الحضارة المصرية القديمة سنة خمسة نتيجة إيه؟ نتيجة تمسك الأسرة المصرية واهتمامها بغرز العديد من القيم لدى الأبناء زي الحب التعاون الصدق احترام الآخر وإتقان العمل وكمان عندنا العمل بكل جد واكتهاد وتعاون بين كل طبقات المجتمع دون تمييز وبكده نكون انتهينا من الشرح شكراً لكم سنة خمسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة